أثنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الدعم المقدم من الأمم المتحدة للمساعدة في ترتيبات استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وقد جاء ذلك خلال اللقاء رئيس الوزراء مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد والوفد المرافق لها بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأعرب مدبولي خلال اللقاء عن أمل في أن تكون قمة المناخ المقبلة فرصة لحجد مزيد من التمولات لدعم المشروعات الخضراء والتي ستسهم في التحول لمرحلة تنفيذ التعهدات التي خرجت بها عن قمة قب 26 والتي انعقدت في جلاسكو بالرغم من كل الصعوبات والظروف الاسثنائية التي يواجهها العالم